أبو ميرا خلني أخذ الموضوع من جانب فني وقل ليش الأهلي في أول ربع ساعة أو ثلاث ساعة دخل بهذا الارتباك وكيف الهلال سمح برضو للأهلي أن يعود مع بداية الشوط الثاني بهذه الثقة الثنين هم صحيح أول شيء أبغى ثني على إدارة الهلال هنا فينا فن الإدارة وفينا إدارة الأزمات كيف صار مع خسوس تذكر الفترة تشيلوا خسوس مدري بش خسوس ميشيل المشكلة اللي عملها شوف كيف إدارة الأزمة ونقيسة كما ذكرت أمس تتكلمنا على الاتحاد ما أعتقد إلا سوى العبود يعني علنا كذا إلا سوى ميشيل هنا فن الإدارة كيف تذكر اسمع مدرب خسوس من أصعب المدربين مغبوط ولا لا كيف تقنعوا كيف تنهي المشكلة شوف الهلال كيف الأول بدون أي خسارة خسوس باقي النقطة اللي ذكرتها السؤال جدا مهمة اليوم خسوس فاجأ الأهلي كيف فاجأ الأهلي بلعبوا بلعبين وسط فقط لغير نيفز وسافيتش العادي يلعب بثلاثة في وسط الملعب ولعبين طرف ورأس حربة مالكم اليوم لخبط كل حسابات مدربة الأهلي مدربة الأهلي عارفين يمكن ذكرناها يلعب بزون ديفنس وهجمات مرتدة اليوم اللعب بمالكم كرأس حربة ثاني أو متحرك هنا و هنا تحت رأس الحربة أربك دفاعات الأهلي كلها أنت تشوف دفاعات الأهلي بصراحة إبانيز لاعب كبير جدا إلا معاه كلهم لا بدأ أقول سيئين ولكن أقل بكثير يعني في مباراة كبيرة مثل هذه عبدالباصد العمار المجرشي وبالتالي لما يجيك لاعب زي كذا وطريقة لم تتوقعها هيحدث ارتباك في لاعبين مثل هؤلاء بدأ الشوط الثاني إيش اللي تغير الشوط الثاني أنا أقصده يعني من سؤالي لك أنه نفس الفريق الهلالي هو نفس اللي بدأ الشوط الثاني كيف أنت تتجاوزت؟ بالضبط أنا أكمل لك هو راجع وراء دفاع الفريق الأهلي راجع وراء بس بدون أي ضغط راجع عن باراة ترى لاعبين الهلال بيستلموا مرتاحين الشوط الثاني اللي تغير تنبه لمالكم تمام كذا بعد يكثف وسط الملعب يرجع المجحد شوية وكيسية شوية فساروا يساندوا الدفاع أكثر هذا واحد اثنين اللي يتأكد من كلامه يراجع على الشوط الثاني الضغط لاعب الأهلي صار أقوى صاروا يدافع أكثر محرز وماكسيما الشوط الأول كانوا لا يرجعوا أبدا مع أطرافه الهلال شوفنا نجمل مبارا اليوم كان سعود عبد الحمي القنص الشوط الأول كان يسرح ويمرح في دفاعة الأهلي الشوط الثاني دائما تبهت هاجم لازم يدافع صح هذه قاعدة في كرة القدم الأهلي دافع صح وبالتالي بدأ يهاجم بصورة رائعة بدأ الشوط الثاني الأهلي مسك الكورة سيطر بدأ يكثف الهجمات خطورة كان عندهم مشكلة في لعبين فيرمنهم وفيقا فيقا تميرات خطأ حتى لما نصل للمرمى رعونا أمام المرمى الغريب أن التغيير كان لابد أول تغيير في ظل سيطرتك عندك مشكلة في رأس الحربة غير رأس حربة برأس حربة أنت ماجي صح لا تغيير في الطريقة أو في الأسنوب مين مكان مين فراس مكان فيرمنهم هذا التغيير ممكن جاهزية ماكسيميان ممكن جاهزية ماكسيميان لكن ما غير لو بغير ماكسيميان لعب لعب طرف بس أنزل فراس مكان فيرمنهم أنت ماجي صح وبالتهجمات يحتاج واحد رأس حربة مثل فراس هذا خطأ كبير جدا المشكلة أنه اثنين من نجوم المباراة مندي اليوم وإبنيز خطأ الهدف بالضبط يعني تزعل لما الاثنين زي دول من نجومين في المباراة بحدث هذا الخطأ طبعا أنا أحمل الخطأ طبعا الاثنين ولكن أكثر أنه الوحده إبنيز فكان لابد مندي يجلس في المرمى